اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية وصلنا في المحاضرة السابقة الى الصور واخذنا نبذة مختصرة وبسيطة عن موضوع الصور ان شاء الله في هذه المحاضرة رح نتعلم موضوع مهم جدا 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 اللي هو الاصناف لكلاس طبعا هذا الموضوع مهم جدا ورح ينفعنا بالتصميم ان شاء الله رح نحذف هذه الصورة طبعا بعد ما انه حددنا واجب رح نحذف هذه الصورة ورح نحذف هذا الباريغراف ورح نحفظ ونجي مثلا هنا رح نسوي رفرش رح نلاحظ انه فقط العنوان اللي هو الـ H1 هذا العنوان لو اردت اجر عليه بعض التنسيقات طبعا احنا ان شاء الله رح نبتدأ بـ CSS ان شاء الله لاحقا ورح نتعلم امور عديدة عن التنسيق بواسطة CSS ولكن هسه فقط بشكل مبتدأ كلش رح نتعلم فاتشي مبسط عن CSS مجرد انه نفهم الكلاس شنو فقط لو اجيت اريد اضيف CSS اجي هنا اسفل الـ body اكتب style طبعا الـ style اللي هو وسم S-T-Y-L-E وطبعا هو وسم زوجي هذا الـ style اضيفه واسفل الـ body يكون يفضل يعني عادي ممكن بأي مكان يكون ولكن يفضل ان يكون اسفل الـ body هذا الـ style اللي هو بداية الـ style ونهاية الـ style بداخله رح اضيف اللي هو الـ CSS انا اريد انسق اللي هو هذا اللي هو الـ H-1 فياجي هنا انا اكتب H-1 اجي اكتب H-1 واضيف اللي هو القوس المعكوف او المدور اللي هو شفته حرف جيم وطبعا القوس الاخر اللي هو شفته حرف دال هذا اني لابد انه اضيفهم وبداخلهن رح تكون التنسيقات يعني اول مرة اجي اضيف الـ style واغلق واسم الـ style ويكون مكان هنا اسفل الـ body واضغط انتر حتي يصير عدي مساحة اضيف اسم العنصر اللي هو اريد انسقه اللي هو هنا الـ H-1 وبجانبه اضيف اللي هو الاقواس المعكوفة اللي يسمهن براكتز طبعا هذاني الاقواس بداخلهن رح تكون التنسيقات طيب شواني اريد انسق اول شي انه هذا اللي هو العنوان اريده يكون بالمنتصف بالمنتصف يعني محاذات المحاذات يعني الـ line فانا اريده اصوي الـ line اللي هو المحاذات فاش اكتب الـ line بما انه انا عندي هنا تكست فراح اكتب تكست الـ line اللي هو T طبعا اقدر ممكن رح اجي القاها هنانا واضغط على tab ممكن انا اكملها رح اضغطاني على tab رح البرنامج يختارها اللي هي تكست الـ line ونقطين شارحة وراح اكتب مثلا سنتر ممكن ايضا هم اختار tab و control s طيب وطبعا لابد انه بنهاية الوسم اضيف علامة فاصلة احفظ control s ونجلي هنا نجري التنسيق اذا لاحظ انه احنان رح يصير عدي بالمنتصف طيب طبعا بعد اللي هي الفارز المنقوطة اخلي الماوس بعدها واضغط على enter ممكن اضغط انتر اخر واكتب مثلا التنسيق الثاني اللي هو مثلا اللون اللون اللي هو color 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 واخلي نقط طبعا ممكن اني نقطين شارح اللي هي شفت ونقطين اما اضغط على tab وطبعا عدي هنا مجموعة الوان نختار هذه الالوان مثلا راح اخلي اللي هو البرون اضغط على enter وطبعا بنهاية اللي هو التنسيق راح نخلي النقطين الشارح اللي هي بس اضغط على المفتاح كاف نضغط على control s طيب اذا اللاحظة هنانا عدنا صار بلون احمر طيب ممكن اكبر حجمه اللي هو الفونت سايز ممكن اكتب فونت وانزل هنانا فونت سايز اكتب مثلا خمسين ولابد انه اياها بيكسل لابد انه اياها بيكسل بي اكس اللي هي اختصار بيكسل يعني الحجم اللي هو خمسين بيكسل control s ننجلي هنانا ونسوي refresh طيب نلاحظة الحجم كبر طبعا هنانا عدنا بالبداية اللي هو اسم الوسم بعدين الاقواس المعكوفة وبداخلهن راح تكون هذه اللي هي التنسيقات خلي اضغط هنانا enter طبعا هذا التنسيق الاول اللي هو text align ونقطين شارحة يعني اول مرة المطلوب والاجابة المطلب اللي هو text align اقل له محاذات الاجابة اللي هو center اردك تخلي ليه بالمنتصب المطلب اللي هو اللون الاجابة اللي هي brown المطلب اللي هو مثلا فونت سايز اللي هو الحجم المطلب اللي هو بيكس طبعا هذا اللي عبارة عن خصائص بيال سي اس اس يعني احنا ان شاء الله راح نتعلمهن بالتفصيل الممل وبطريقة سهلة جدا 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 ان شاء الله لما نوصل الى مرحبات بحالة السي اس اس طيب الفكرة هي لو انا عندي اكثر من اتش ون يعني اجي اللي هنا انا اتش ون و راح اضيف مثلا بها وورد و احفظ و اجي اللي هنا اذا اجي اسوي رفرش راح لاحظ انه بها وود راح ياخذ نفس خصائص الخصائص العنصر الاول الخصائص اللي انا اجريتها على العنصر الاول بنفس الخصائص راح ياخذها العنصر الثاني طيب ليش لان انا هنا انا قلت لي الاتش ون اجري لي عليها هذه الخصائص يعني شكوا عندك اتش ون موجود بالصفحة اجري لي عليها هذه الخصائص طيب لو انا هذي بهاء الثانية او الاتش ون الثانية ردتها تكون بلون ازرق طيب لذا اجيت هنا انا غيرت اللون الى ازرق مثلا ازرق هذا اللون ومن ثم كونترول اس و اجيت اللي هنا انا راح الاحظ انه اثنين هن راح ياخذن ازرق طيب ليش لان انا قلت لي شكوا عندك اتش ون سوي لي الها هذه الخصائص طيب لو ردت هذه الاتش ون بخصائص ولا اتش ون الاخرى بخصائص اخرى يعني ما اريد ان اثنين هنا بنفس الخصائص شن اسوي لازم كل وحدة اضيف لها اسم يعني مثلا هذي اسميها بهاء وهذه اسميها علي اهنان بهاء اجري لي عليها خصائص وعلي اضيف لها خصائص اخرى طيب شون اضيف الاسم اجي قبل نهاية الوسم الفتح اهنان اضغط space واكتب class class هذه طبعا اضغط tab حتى يكمل لي هذه الclass هذه الclass بين هذني اللي هنا العلامة التنصيص اكتب الاسم مثلا راح اسميه بهاء طيب احنا سمينا العنصر الاول راح نجي نسمي العنصر الثاني بنفس الطريقة class وراح اسميه مثلا علي وكونترول اس لاحظ انه احنا عدنا اهنان بهاء وعدنا اهنان علي طيب اذا اجي هنا على الرفرش راح لاحظ انه ما يتغير شي ليش انا قلت له شكو عندك اتش ون اجري لي علي هاي الخصائص طيب هنان عدي اتش ون وهنان عدي اتش ون فاجرالي عليهن الخصائص طيب هسا ممكن تقلي انت زين مسميتهن بهاء وعلي خو زين ليش ما يعني غير لي اياهن خو انا صح سميتهن هنانا بس ما يعني ناديتهن هنانا ما قلت له يابا انه ترى بهاء سوي لي فلان خصائص وعلي سوي لي فلان خصائص طيب ما الحل راح اجي امسح هذي واضغط دوت والاسم الاسم اللي هو شنو بهاء بهاء افتح قوس يعني راح اهمل الاسم العنصر واخلي اسم الكلاس يعني انا لمن اردى سوي تنسيق لبهاء وحاج اكتب على بهاء اللي هو الكلاس طيب هوا كيف يعرفوا هذا كلاس اللي هو من خلال الدوت الدوت يعني معناه هذا اسم الكلاس اقل لي يابا انه روح لي على الكلاس اللي اسمه بها وضيف لي هذه الخصائص اللي هي مثلا كولر مثلا براون ومثلا تيكست اللاين تي اي مثلا تيكست اللاين راح يكون سنتر كونترول اس راح الاحظ انه هذا العنصر راح تطبق عليه وهذا العنصر ما راح تطبق عليه نحفظ كونترول اس ونجي هنا نجرب راح نلاحظ انه بالبداية تطبقت عليه والعنصر الاخر ما تطبقت عليه طيب ليش لان انا نادية بهاء وبلغت المتصفح انه الكلاس هذا العنصر اللي اسمه بهاء هذا اجريلي علي التنسيقات طيب اريد اجري تنسيقات اخرى على العنصر اللي اسمه علي انزل انتر هنا بالنهاية طبعا بعد هذه اللي هي القوس انزل واضغط دوت لازم اكتب اسم العنصر اللي انا اريد اجري عليه التنسيقات وطبعا شفتو حرف جيم واضغط على انتر واكتب مثلا كولر اللي هي اللون وراح اختار مثلا هذا اللون اللي هو دارك بلو وطبعا هنا راح اختار align او text align راح اختار write مثلا control s اذا اجي هنا انا اسوه refresh وراح لاحظ انه لونه ازرق وطبعا محاذاته الى اليمين ممتاز طيب اريد هذا العنصر الاول يكون الى اليمين باعتباره عربي وهذا العنصر يكون الى اليسار هنا من center نكتب right اللي هي يمين وطبعا هنا نكتب left اللي هي يسار طبعا left control s ونلاحظ انه العناصر راح تكون من اليمين والعناصر راح تكون الى اليسار طيب الفكرة انه العناصر نسميهن العنصر الاول سميت بها والعنصر الثاني سميت علي طيب كيف اسميهن اضيف كلاس وهذا كلاس يتكون من كلمة كلاس يساوي شفتو طاء الاسم شفتو طاء وهذا سميت بها وهذا سميت علي طيب بعد ما سميتهن بي اسي اس اس اكتب الاسم الاول واضيف للخصائص ومن ثم اكتب الاسم الاخر واضيف للخصائص الاخرى طيب لو هذا الاسم الاول اللي هو علي سميته بها control s شنو رأيكم راح يصير راح ياخذ نفس خصائص العنصر بها بما انه اثنين هن اسمهم بها فرح يلقى انه هذا الاسم متكرر على اثنين ورح يبطل اثنين نفس الخصائص مثل ما تلاحظون نفس الخصائص طيب لو هذا الاسم سميته مثلا مثلا محمد واجت اهنانه انضيته راح لاحظ الاول راح ياخذ خصائص والثاني راح يفقد الخصائص لانهنانه ما عندي خصائص لالعنصر محمد عندي خصائص لالعنصر بها وعدي خصائص لالعنصر علي كيف اضيف خصائص علي الى محمد اجي اهنانه امسح علي واكتب محمد control s طبعا ضروري انه هذا الاسم يكون نفسه الاسم اللي بالاسفل اذا اجي اللي هنانه راح لاحظ انه تطبق اتعدي الخصائص طبعا هذا الموضوع موضوع سهل كلش فقط يحتاج بعض الممارسة واحنا اكيد راح يعني نتعلمه ان شاء الله بالمحاضرات الخاصة بالسي اس اس بالتفصيل واجب هذه المحاضرة كل شخص يكتب اسمه الثلاثي بالعربي وينطي هذه الخصائص واسم الثلاثي بالانجليزي ويدطي هذا الخصائص يعني هنا بالعربي يضطي لون ويكون الى اليمين وبالانجليزي يضطي لون ويكون الى اليسار نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى